وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُوَ وَتَرْبَحُوا دِنْ من الدين أمرٌ من الدين يعني اتبع كتاب الله واتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فاجعل دينك مبنيًا على كتاب الله هذا تقريباً مثل البيت الأول لكنه تأكيد له دِنْ إِجْعَلْ دِينَكَ مَاخُوْذًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس ماخوذًا عن الأهوأ وعن البدع والمحدثات